اشتركوا في القناة الجديد في اواخر هذا الشهر او بداية شهر جانفي ليمارس اعماله على وجه التخصص في مكافحة الفساد المالي خاصة بالنسبة للقضايا ذات البعض الدولي التي تستدعي الاصدار لنبيات قضايا الدولية للخارج كذلك وحدة المعلومات المالية وهي اللجنة التونسية لتحاليل المالية وهي هيكل مستقل منذ من فيد التسعة واصبح مطابقة للمعايير الدولية وخاصة لتوصيات مجموعة العمل المالي خاصة منها لمنطقة الشرق الأوسط وشبال افريقيا ومنذ شهر جولي 2012 اصبحت هذه الوحدة مدرجة ضمن مجموعة اجمع الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الهائب وهذا مؤشر ايجابي على ان هذه الهيئة هي المستقلة وتطبق المعايير المقررة دوليا اذكر ايضا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحتفاظ المرسوم عدد 120 سنة 2011 بالنسبة اجهزة الحكومية هناك الادارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل وادارة الشرطة العدلية والتي تضمه اه الادارة الفرعية للحافظة الصادية والمالية وخاصة المكتب انتل بول تونس الذي يدمر الشرطة العدلية ووزارة الشرطة الخارجية عن طريق بعثاتها الدبلوماسية ووزارة المكلفة بالحوق ومكافحة الفساد وكذلك وزارة املك الدولة والشؤون العقارية عن طريق مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة الذي قتل من عديد القضايا بالداخل وكذلك فانهم مكلف بمتابعة القضايا بالخارج وتكليف المحامين طبعا كل ذلك بعد التنسيق مع الجنة الوطنية لاسترجاع الانوال بالخارج والتي كفاني السيد محمد المركزي التونسي قبل قليل من مؤونة استعراض مقامة به هذه اللجنة من خلال عرضه الشافي والظافي لمقامة به اللجنة من اجراءات في القيام المباشر لدى الصلاة الاجنبية سواء في القضايا الجزائية عن طريق القيام بالحق الشخصي او من خلال الدفاع عن المصالح التونسية في الاجراءات التي قام بها الاشخاص الفارونة من العدالة من رموز النظام السابق لدى محكمة اوروبية او لدى لرفع التجميل عن اموالهم وكذلك للتعامل في القضايا الصادرة في تلك القضايا بالنسبة لاجهزة الادارية تم احداث لجنة المصادرة بالمرسوم عدد 13 سنة في الوحداش وكذلك لجنة سرجاع الاموال ولجنة التصرف الممتلكات او الاموال المعنية بالمصادرة او الاسترجاع للترأس الهوزير المالي كل هذه الهيكل المستقلة او الحكومية او الادارية تتطلب اعتماد مقاربة تقوم على التنسيق المستمر وذلك يكون يومي وهو نقوم به فعلا حتى نتمكن من متابعة سيل القضايا الجارية في تونس والتي بلغت حد الان حوالي 800 قضية فساد منها 400 منشورة حوالي في البحث الابتدائية لتونس دون اعتبار القضايا المنشورة بالخارج والتي سأوافقكم بما توصلنا اليه من التائج في شأنها قبل مباشرة هذه القضايا خاصة بالخارج والتي تتطلب تقديم طلبات تعاون دولي تكون متسقة مع مرتقة ذه القوانين الداخلية لهذه الدول مع الإشارة أن الأحكام المتعلقة باسترجاع الأموال المذكورة بحفقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بقيت حبرا على ورق لأنه لم يقع ادراجها ضمن القوانين الداخلية وتتضمن الأحكام الميسرة من ذلك أنها تسمح للدول بإرجاع ما وقع الاستراء عليه من أموال وتهريبها إلى الخارج يتم دون صدور أحكام البلإدانة في حالات الوفاة أو حالات الفرار وهو ما ينتبق على الوضعية التونسية في هذا المجال وكذلك قامت بتأسيس الخدرات حتى تتمكن من فك الرموز التي تحيث بهذه القضايا وكشف حجوبها المتشعبة والأساليب المتخصصة التي يلجأ إليها الأشخاص الذين قاموا بتهريب هذه الأموال بالاستعانة بخبرات فتم تعزيز هذه القدرات من خلال المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات بتونس وبالخارج وتنظيم ورشاة عملهم في مجال مكافحة غسل الأموال استرجاع الموجودات بالتعاون مع مبادرة ستار التابع على البنك الدولي ولمكتب المتحدة المعنى بالمخطرات والجريمة منذ شهر مارس 2011 ولمحتاج والمشاركة في إحداث تكوين خلية للمكونين التونسيين في مكافحة غسل الأموال وتنبيل الأموال وأصبحت هذه الخلية حاليا تقوم بدور المؤقتة لكافة الإدارات والمسؤولين والأعوان المكلفين بمكافحة غسل الأموال وهي تشمل موظات وإدارات من البنك المركزي التونسي ومن الشرطة العدلية ومن الدوانة كما تمت الاستعامة بخبير سويسري في مجال سياحة مطار التعاون القضائي الدولي وبخبير دولي في مجال التحاليل المالية لتقديم المعونة الفنية والمساعدة التقنية سواء المصورات القضائية المتعهدة بقضايا استرجاع الأموال أو لداء النجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج كما تم اعتماد مقاربة الشاركية ومندمجها بين كافة المتدخلين أول من يقوم بهذه أعمال التنسيق هي اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج وتكاد تكون اتصالات يوميا بين كافة المتدخلين الذين استعادتكم قبل قبيل كما تم التعاون مع المجتمع المدني من خلال الجمعيات العاملة في مجال الشفافية والمكافحة الفساد وتنظيم خاصة لقاءات مع الدول التي وجهت إليها طلبات مساعدة قضائية تم تنظيم اللقاء الأول متعدد أطراف يومي 11 و 12 جواهة بمقارة اتحاد أوروبي بريكسيل شارك فيها السادة القضاة الذين أصدروا حين البيت وممثلين نيان العامية في هذه القضايا وكذلك إدارات من البنك المركز التونسي لجنة استرجاع الأموال ورجل التحالي المالية وكذلك من وزارة الشؤون الخارجية ثم ارتأينا أن هذه المقاربة لا تطمن ولا تكفل النجاح والسرعة المطلوبين فتم اتفاق مع الدول المتعهدة بطلبات تعامدولي على عقد لقاءات تونائية سواء في تونس أو في الخارج ومباشرة بعد لقاء بريكسيل تم عقد لقاء بسويسرا يومي 25 و 26 جواهة 2012 كانت نتائجه مثمرة والدليل على ذلك أنه عقب هذا اللقاء الذي تم خلاله اتفاق على جملة من الإجراءات القانونية والمبسطة التي تكفل استرجاع الأموال إثرها تلقى السلاة التونسية مجموعة من الكشفات البنكية التي ساهمت في كشف عمليات فساد أخرى وتهريب أموال الخارج وهنا أذكر بكلمة من فك السيد عميد قرارت أحقيق وردد وهو على حق في ذلك بأن نصف الحقيقة موجود في تونس ونصف الحقيقة موجود في الخارج ولا يمكن استكمال حقيقة كلها لربط المصدر غير المشروع بالمال أو بالعقار الموجود في الخارج إلا من خلال تبادل المعلومات وبياد العلاقة السببية التي تثبت المصدر غير المشروع لما تم تحويله من أموال أو لما تم اكتسابه من عقارات أو منقلات أخرى ثم تم عقد لقاء ثاني مع السورة اللبنانية لإقناحها باسترجاع ما تم تجميده من أموال منذ سنة 2011 ونحن الآن في استكمال الإجراءات التي طلبت من السورة التونسية فانتظار تحويل هذه الأموال إلى البنك المركزي التونسي كما تم عقد لقاء ثاني مع كندا ومع فرنسا يومي 25 و 26 و 27 و 28 نوفمبر المنسلم أي قبل أسابيع بالقطب القضائي والمالي بباريس ومع إقدار التعاون الثوني القضائي في باريس وتم التوصل إلى جملة من النقاط الاتفاق عليها التي تمكن من تسريع نسق استرجاع سواء على مستوى التجميل أو الحجز أو الاسترجاع ومع كذلك في منتدى الدوحة التي عقدها خلال شهر سبتمبر في إطار مجموعة الثماني انتهزت البعثة التونسية التي كانت متكونة من المتدخلين المذكولين آنفا من عقد لقاءات ثنائية على هامش هذه التظاهرة مع عديد من الدول منها أمريكا وأنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمراكة العربية المتحدة وسويسرا ووجدنا آذانا صابية لتسريع وإجراءات استرجاع الأممال إلى تونس بالتذكير فأن الصراط القضائية التونسية بادرت بتوجيه أولا الإنابات التي كانت تعمل فقط إلى التجميل في مرحلة الأولى حيثما يقع الحصول على المعلومات التي تمكن من إثبات المصدر عن المشروع لهذه الأممال وقد بلغت هذه الإنابات 65 إناب بين التكملية وأصلية موزعة على 30 دول بإفريقيا وأوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية كما تم إدراج بطاقات الجلب الدولية الصادرة ضد أشخاص المورطين في ظل النظام السابق ووقع حظول هذه البطاقات من قبل منظمة الأنتربول وإدراجها ضمن النشط الحمراء التي هي تعتبر أرقى النشارات ولعل ما ذكره قبل قليل السيد وزير العدل من خبر عاجل بأنه وقعت القبل على صخر الماضي يوم أمس في السيشين هو يؤكد ذلك أنتربول لتونس ووزارة العدل ووزارة الشهر الخارجية ما يضحظ ادعائه وأثبت ما يوفيذ أن هذا الجواز أصبح مرغى ولم تعد لديه سفة الدبلوماسي وطلبت تسليمه في أقرب أجال تنفيذاً لبطاقة الجلبة الدولية ولبلقية التفتيش المدرجة في النشط الحمراء لا سيما أنه تم توجيه مطلب تسليم مستوفي الإجراءات خاصةً أحكام الصادرة ضده إلى قطر منذ أشهر كما أفيدكم أنه صدر قرار عن محكمة التعقيد الإيطالية خلال شهر سيفتامبر 2012 قضاء برفض مطلب التعن المقدم من معاس إطرابلسي في مطلب التسليم المقدم إلى تونس مع الإشارة وأن المعني بالأمر موقوف منذ شهر أكتوبر 2011 على ذمة السلطات التونسية وهو لا يزال ورهن الإيقاف وقد فشل في جميع التعون التي قدمها وأخيرها التعقيد ثم قدم طعماً في قرار وزيرة العدل الإيطالية بالتسليم صدر يوم 5 ديسمبر الجاري قضاء برفض تعنه أمام محمد إدارية وبالتالي نحن في انتظار تنفيذ قرار الذي أصبح باتاً والنهالية أذكر هذا لأبين لكم أن ما يستغرقه الأمر من أجالهم هو نتيجة الإجراءات والتعون المقدم لو نقوم بعملية حسابية من شهر أكتوبر إلى ديسمبر لهم 14 شهر وما تخلى لها منتعون ابتدائي واستناف وتعقيد وتعنى المحكمة الإدارية أراه أنه أجلاً معقولاً في خصوص الإجراءات وهو نفس الأجال المقررة حتى الجريمة العمل حتى لدى دولة التونسية في إسباليا أيضاً لدينا قضية في التحقيب أيضاً خدرت لصالح الدولة التونسية خلال شهر نوفمبر 2012 نحن في انتظار استرجاع ما تم حجزه تنفيذاً لإينابة قضائية تكملية سادة عن سلطات القضائية التونسية ونظر الزخم والكم الهائل من القضايا الجاية لتونس وبالخارج تم إحداث خلية المتابعة بوزارة العدل لتكون بالتنزيق بين كافة المتدخلين وتيسير أعمالهم لتتمكن من تلبيت مطالب الجهائق الأجنبية من وثاق ومن مقيدات وبذلك من قبل أصلاح التونسية المعنية بهذا الموضوع وقد تم الانتفاق مع مبادرة استرجاع أنوال المسلوقة مبادرة استار ومع الاتحاد الأوروبي ومع برنامج أمم المتحدة الإنمائي ومجلس أوروبا وغيرهم من الشركاء المتعاونين مع تونس وفي هذا المجال على تقديم المساعدة للقيام بزيارات ميدانية إلى الخارج في إطار التكوين المستمر أو حتى في إطار عقد اللقاءات الثنائية للنظر في حلول كفيلة بتسريع لصبق الأجراءات وهذه المناسبة نتوجه بالشكر إلى كافة المعنيين بالأمر الذين ساعدوا السلطات التونسية في مساعيها وجهودها على استرجاع الأموال خلال شهر جمعة 2012 وعقب اللقاء مع السلطات القضائية السويسرية وكذلك السلطات الإدارية استقبلت تونس وفدا من الشرطة الفيدرالية أواخر شهر جمعة وبداية شهر جمعة وفدا من الشرطة الفيدرالية السويسرية وقام بالتثبت والتحقق مما تم تضمينه بالقنابة الدولية من وجود عصابة إجرامية كانت بتونس وزعت القطاعات حسب اتفاق مسبق بينها وهذا ما يثبت النية الإجرامية بخصوص تكوين عصابة المسجدين التي تقوم على الاتفاق المسبق وقد اقتنعت هذه البحثة بوجود تنظيم إجرامة موزح ومهيكل قام بنهب الأموال التونسية وقد ساعدنا ذلك على قلب الأثبات بالنسبة للأشخاص الواقع تتبعهم للسلطات القضائية السويسرية بمعنى أن هناك قارين على فساد مصدر هذه الأموال وعلى الأشخاص الواقع تتبعهم بإثبات مشروعية هذه الأموال وهو أمر يعزوا عليهم لأن الكل يعلم بأن هذه الأموال هي أموال الشعب التونسي وقع نهبها في 23 سنة من الحكم الشمولي القائم على الفساد والاستبداد يوم 26 نوفمبر 2012 صدر ترتيب القرار عن مجلس أوروبا يتعلق بتجميد الأموال في الدولة الاتحاد الأوروبي وأذكر هنا أنه عقب الاجتماعات التي انعقدت ببريكسيل بين البعثة التونسية وبقيد نضرائهم من الدولة الأوروبية ومسؤولية الاتحاد الأوروبي وتم خلال تلك اللقاءات وعلى السلطات التونسية بأنه سيقع اتخاذ قرار سياسي يساعد في استرجاع الأموال وهو ما تم فعلا بأنه يقع حص هذه الدول على تبادل المعلومات التي من شأنها تيسير إجراءات الكشفة عن الأموال وتجميدها وحجزها ترجمة نانسي قنقر على كل حال ما أؤكد علي في الختام هناك عديد المعلومات الأخرى يمكن أن أوفيكم بها دباعا أن ما هي النتائج التي توصلنا عليها الآن من خلال كل هذه الأعمال والجهود التي قامت بها السلطات التونسية سواء كانت حكومية أو مستقلة أو إدارية وحتى المجتمعات المدنيين ما يطمن هو أن كل الأموال التي وقعها الكشف عنها سواء تحركت عليها السلطات التونسية أو كشفتها الجهة أجنبية مجمدة وهو موضوع على ذمة السلطة التونسية هناك دول من قامت بالتجميد بناء على قوانين منها كندا صدر القانون يقضي بالتجميد وهذه الأموال العقرية والمنكونة مجمدة وبعض الدول الأوروبية بمقتضى كرتيب وسويسرا أيضا صدرت قرارا أيضا إدارية يقضي بالتجميد هذه الأموال ولكن ما ينتظرنا الآن هو حجز هذه الأموال ومصادرتها توصلت السلطات التونسية مؤخرا ببعض الوثائق التي ساهمت في إقامة العلاقة بين الأموال المجمدة ومصدرها غير المجروع وسيقع اتباعا في القريب إن شاء الله توجيه أحكام المصادرة والمطالبة باسترجاع هذه الأموال وجدنا تحديات عديدة تحديات أولا أريد أن أكرر ما قاله من سبقوني بالكلمة أهم هذه التحديات هي طرق الطعن العديدة بعد استنفاذ طرق الطعن العادية والقضائية ينجأ الأشخاص الذين قاموا بنام بالأموال الشعب التونسي إلى لجان إدارية على غيران ما قام بيب الحسن ترابلسي في كندا في لجنة الهجرة ثم هناك لجان أخر في إيطاليا أيضا البيت مفتوح للقيام بقضايا إدارية وهي الإجراءات عادية حتى القانون التونسي تضمن وتكفل حق الدفاع لكيفة للأشخاص واختلاف الأنظمة القانونية من بلد إلى آخر وقد ساعدتنا اللقاءات الثنائية وبرامج تعزيز القدرات والتكوين التي تم تخصيصها للقوضات وكل المسؤولين المتدخلين في هذا الموضوع إلى تأهيلهم ودعم قدراتهم ولكن لا بد من احترام قوانين الدول الأجنبية وما نطلبه منهم هو الإسرع فقط مع علمنا المصابق بأن سلطاتها القضاقية مستقلة ولا يمكن تدخل فيها من السلطات السياسية وهذا لا يمنعنا من طرح هذا الموضوع مع الجميع للنظر في الإجراءات والآليات في نتاق القانون لأنهم يكفروا تسريع نصف استرجاع هذه الأموان بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني ومع قليل السيسي وغيرهم الأشخاص المعنيين بهذه نعلم أن أنت ضرق شعب كونسي كبيرة والآن قد مرت حوالي سنة ونصف من إيقاء أنت للاقي الإجراءات القضائية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة والأمل قائم إن شاء الله من هنا إلى موفى شهر بيصانبر وبداية السنة الحالية نبدأ في استرجاع الأموال سواء كانت مودع بالبنوك أو منخلات أو حتى عقارات وشوكرا لحالة أصلا تلستيمنى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر